اشتركوا في القناة واعتقد بل ان انا اوعدكم انكم هتسمعوا فيها كلمات ومعلومات الحقيقة ان هي ممكن تكون ما تقلتش قبل كده في وسائل اعلام كتير كلنا اكيد بنتابع وبنصطدم وانا اعني المعنى حرفيا بنصطدم بمحتوى بيظهر في قنوات عديدة خاصة بالبرامج الطبية الاعلانية اللي من شأنها انها بتروج لكثير جدا جدا من خلينا نقول الحاجات الطبية اللي بيبقى الشغل الشاغل لاصحابها هي المعاملات التجارية او المردود الاقتصادي على الاطباء اللي بيعلنوا عن نفسهم من خلال هذه البراك من ضمن التخصصات الشهيرة جدا في هذا الامر تخصص طب الفم والاسنان الحقيقة بنسمع وبنشوف حلقات كتيرة بنلاقي الناس كلها بتتكلم عن عمليات التجميل بتتكلم عن الهوليود سمايل او الابتسامة الهوليودية بتتكلم عن حاجات كتيرة قوي 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 ومحدش تقريبا بيتكلم عن الاساس او المعلومات الاساسية بمعنى ان المعلومات الاساسية في المقام الاول والاخير هي الاهم بالنسبة لحضراتكم وبالنسبة للطب المعلومات الاساسية اللي بتقول لحضراتكم ان احنا لازم نخلي بالنا من ايه لازم تكون معرفتنا بايه فيما يخص عنصر من عناصر جسمنا من اغلى العناصر علينا واللي ربنا سبحانه وتعالى يعني بيوهبه للجسم البشري طوال عمره منه الطفل لسه يعني جنين او من بداية ولادته وحتى نهاية عمره انا بتكلم النهاردة عن الاسنان وعلشان كده كان ضيفي النهاردة لازم يكون عالم في هذا المجال عالم يكلمنا عن الاساسيات يكلمنا عن النصايح يكلمنا عن اللي المفروض يتعمل وللمفروض نخلي بالنا منه ضيفي النهاردة وضيف حضراتكم في يحكى انه هو الاستاذ الدكتور كريم فوزي استاذ الفم وعلاج اللثة بكلية الطب جامعة القاهرة دكتور كريم اهلا وسهلا بحضرتك اهلا وسهلا دكتور محمد حضرتك مشرفنا ومنورنا والنهاردة ان شاء الله نعمل حلقة في يحكى انه تكون مفيدة للناس وتنفع الناس وتعرفهم زي ما قلت كده في كلامي الاساسيات ونخلي الحاجات التانية لأهلها او لأصحابها شكرا جزيلا لدعوة كريمة وانا اتشرف وجودي مع حضرتك اهلا وسهلا بحضرتك الحقيقة انه كان لازم الكلام مع حضرتك وحضرتك اكاديمي بارز يعني عالم في مجالك يبدأ من الاساسيات خالص يبدأ بفكرة انه في مشاكل كتير قوي قوي مننا بيتعامل معها مع نفسه على انها مشاكل عادية وبمرور الوقت بيتعامل مع ولاده لما بتصيبه ما دي المشاكل على انها مشاكل عادية وهي في الحقيقة مشاكل خطيرة جدا ومردودها واثارها خطيرة جدا انا هنا بتكلم تحديدا عن مشكلة تسوس الاسنان عايزين نعرف من حضرتك تسوس الاسنان يعني ايه تسوس الاسنان بيحصل ازاي بنبدأ من الاول خالص كده طرق الوقاية واكيد هنتطرق الى بقى الاثار السلبية يعني وعلاج هذا الامر واكيد الاثار السلبية النتجة عن اهمال هذه المشكلة وعدم الاعتناء بحلها تسوس الاسنان هو من اكتر الامراض الشائعة في العالم كله تمام وهو بيعتمد على فكرة التقاء السكر مع البكتيريا مع السنة واذا التقى التلات دوائر دول مع بعض بيحصل او يحدث تسوس الاسنان التلات دوائر دول لو بسطلهم حضرتك بشكل مجرد هتلاقي ان الاسنان موجودة في بقنا فمش ممكن تختفي من كدائرة البكتيريا موجودة في بقنا لكن ممكن تزيد وتقل على حسب عينيتي بفمي والسكر هو الذي او الدائرة التي ممكن ان انا اشيلها بالكامل او احطها بشكل مبالغ وبالتالي اشغل اتلاقي التلات دوائر دول مع بعض بشكل مباصل فهنا بنقابلنا نقطتين نقدر نشتغل عليهم وهي نقطة البكتيريا ونقطة السكريات صحيح وهنا برضو نقطة السكريات نقطة مهمة للاشارة لها فان السكريات في حد ذاتها لها مخاطر اهم بكتير قوي من التسوس السكريات في حد ذاتها هي اللي بتصيب الخلايا بالشيخوخة هي اللي بتصرع عملية ان الجسم يكبر والمشكلة الاخرى ان السكريات ارخص شيء بمعنى ان السكر الابيض وبدخوله في حياتنا هو عنصر رخيص جدا لاعطاء الطاقة وبالتالي التعاطي منه بيبقى تعاطي مبالغ فيه غير ان الجسم مع الوقت بيبتدي زي اي شيء يعلي المستقبلات على اللسان للسكر فحضرتك كل ما بتزود كل ما الجسم بيود من الكمية وبالتالي لو حياتك جربت حد بيشرب مثلا كن بقيت شاي بمعلقتين سكر وقلت له قلل معلقة واحدة هيحس ان الشاي ما فيهش سكر خالص مع ان الشاي فيه سكر وبعد 6 شهر هيبقى بيقدر يتعود او بعد 3 شهر على انه ياخد معلقة واحدة لو حيلت تقللها تاني هياخد الجسم فترة ليه؟ لان المستقبلات دي لازم تختفي فهو حلقة دايرة كاملة ازاي ان الجسم كل ما بتديله اكتر بتضره اكتر وبتربطه اكتر بالسكر فبداع بشكل مبسط لو تقبلوا التلات دوائر دول فهنا عندنا دائرة السكر كلمنا عنها وفيه دائرة البكتيريا اللي هي بتحول السكر دا لأحماض تقدر تدوه بالاسنان وتعمل التساوس البكتيريا ما تقدرش تحول بروتينات لهذه الأحماض ما تقدرش تحول دهون لهذه الأحماض وبالتالي وجود السكريات في القرن العشرين والواحد وعشرين بشكل ما كانش موجود به قبل كده ادى فرصة ان امراض زي التساوس تزيد لحد كبير جدا يعني لا يمكن تخيل ان في القرون التي سبقتنا كان التساوس بالشكل دا الاعلاجات ما كانتش موجودة صحيح ولو بصينا مثلا في جددنا اجددنا الفرعنة وبصينا على المميوات هلاقي ان الناس المميوات باسنانها كاملة وسط لغاية اخر عمرهم وده يؤكد نقطة مهمة ان الاسنان مش معمولة عشان استهلاكها وهم مش هيكملوا معنا لاخر العمر وبالتالي هو شيء حتمي فقدانه